شهدئين الكرام ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وهنتكلم في هذه الفقرة عن نتائج الانتخابات الأمريكية وفوز جو بايدن بمنصب الرئيس ومستقبل العلاقات الأمريكية المصرية بعد تولي جو بايدن الرئاسة مع ديوفنا الكرام اللي مشرفتنا في هذه الحلقة سيادة المستشار محمد سلامين جاد المحامي بالنقض والمرشح نحن مقعد نقيب محامي جنوب القاهرة أهلا بحضر لك الفن مشرفتنا المستشار ريدا رفطاوي المحامي بالاستنافق العالي أهلا بحضر لك شرفتنا فالنقض بداية أتنسيات المستشار الشعب المصري ككل تابع الانتخابات الأمريكية وكان بيتابعها لحظة بلحظة حضر لك نظرت إلى هذه الانتخابات إزاي؟ أنا أولا بوهن الشعب المصري بالتقليل اللي حصل عليه فقامة الرئيس عفتاح السئيسي في دولة اليونان وتبادل أرفع الأوسمة ما بين الرئيس المصري عفتاح السئيسي ورئيس الدولة اليونان الصديق ثاني طبعا تهنيع بنهن الشعب الأمريكي اللي حقق أرقام قياسية في الانتخابات الأخيرة وأعلى نسبة مشاركة وفوز مستحق للرئيس بايدن فمنهين الشعب الأمريكي على أنه انتصر على سياسة العجرافة والعنترية الأمريكية في زل قيادة ترامب وطبعا بنهن الشعب المصري باكتياز المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية وطبعا كانت معركة حامية وقوية جدا 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 ولكن طبعا لابد أن نتابع عن كسب كل نتيجة الانتخابات وأن الدولة لن تتدخل في سير العملية الانتخابية ولكن المشكلة كانت بتواجهنا المال السياسي ومعركة الوعي ودي بقى رئيس مسؤولية الإعلام لأن المواطنين غالبية كتيرا لا كانت بتتجار للمعارك وهمية بدون تدخل من الدولة بس الناخب على وعي بدليل أنه فيه ناس كانت مستخدمة المالس لا نجحتش برضه بس برضك محتاجين دور للإعلام أقوى لأن احنا برضك شفنا فيه بعض السلبيات في أمام اللجان وفيه توعية بفكرة المشاركة ذات نفسيها المشاركة طبعا يعني الدولة ما فيهش تدخل إنت هتدخل تصوت للمين لكن نسبة المشاركة كنا نتمنى أنها تكون أعلى من كده وفي نفس الوقت يبقى فيه توعية في فكر النائب الخدمات ده قضية الأمر بالنسبة له وفيه دلوقتي النائب اللي بيرسم سياسة العمل الدولة وقوانين الدولة فيبقى فيه إدارة المشكلة الانتخابية دائما بينظر أهالي الدائرة إيه لأن هذا النائب بيقدم خدمات ولا لا وهو ده الفكر لده جميعنا أنا بأشكر طبعا القهدات السياسية في موضوع السلطة التشريعية في أن نائب الخدمات قضية الأمر بالنسبة له النهاردة الدولة حتى في تجربة الدورة المنتهية في انتخابات في مجلس النواب المصري أن كل موضوع بقى أننا أرصف وكهرباء وكاملين خلاص موضوع ده بتاع محليات فالنهاردة إحنا بنكلم في استعادة الدور العالمي للدولة المصرية والدور الإقليمي والدور العربي والدور الوطني ففي حزم التشريعات تم استصدارها في ظل أو سنها في ظل الدورة المنتهية لمجلس النواب وفيه طبعا إحنا النهاردة فيب عندنا بقى قوانين بالية من سنة 1900 فمحتاج الدور للمجلس القادم بإذن الله أنه يتصدى لها بحزم وحق أمال وطموح الشعب المصري في هذا المجال طبعا إحنا النهاردة بنتكلم على الانتخابات الأمريكية وما أصفرت عنها طبعا أنت عارف حضرتك أن كان ترامب كانت سياسته عن ترية وقطع علاقة التوازن القوى في العالم بتفرده وخروجه من كل الاتفاقات فدي طبعا الشعب الأمريكي واعي وأدرك أنه كدولة عظمى بتتهاوى من تحتها السلطة ففاق ونزل بنسبة مشاركة غير عادية وانتخب الرئيس رقم 46 وأكبر رئيس يحصل على أصواته في نفس الوقت أكبر رئيس سنة يتمتع بالياقة سياسية غير عادية والياقة طبية والياقة بدانية غير عادية في درسين فالرئيس بايدن أولا نحن طبعا بنهني لأنه محامي ده أول حاجة ومحاضر في كليات القانون في أمريكا وفي نفس الوقت سياسي بارع منذ أن تعرض لأزمة كبيرة بوفاة أسرته في سنة 72 وزواجه الثاني لغاية الفجيعة الكبرى في موت ابنه في سنة 2015 حصل على 8 دورات متتالية في مجلس الشيوخ الأمريكي 40 سنة سياسي محنك وطبعا لما تقرأ في ملفه الانتخابي في تغيير في السياسة الأمريكية في كل أجزاء العالم وإحنا طبعا لخصنا موضوع المنطقة العربية وقضية الفلسطينية فهو بعد منجح لوح أنه هو هيلغي اتفاقات القرن وهيعيد الاتفاق مباشر مع السلطة الفلسطينية في حل الدولتين وده طبعا حاجة جديدة وجميلة وفي نفس الوقت لغا القرار بمنع دخول العرب أمريكا والهجرة الغير شرعية هنكمل على القرارات اللي هو ناوي اتخذها أو صرح بيها بس هرجع للسياسة المستشارة انت حضرت تابعت إزاي الانتخابات الأمريكية ونظرت لها نحن صعداء جدا بالانتخابات الأمريكية لأننا بنحس بالديمقراطية أكثر منها في أي مكان آخر أن كمان نحن صعداء جدا زي ما قال سيادة المستشار محمد سليمان أن جو بايدن بيمثل لنا سعادة أن محامي يمثل قمة دولة عظمية مثل أمريكا أن الراجل ده بيمثل لنا سعادة شديدة جدا وكذلك أن الراجل ده حقوقي وبيتمتع أنه كل الملف اللي جاي بيتكلم فيه حقوق الإنسان وحل المشاكل التي توترت في ظل الوقت التي ترأس فيه ترمب الدولة الأمريكا حيث ترمب فشل في إدارة أزمات كثيرة للبلاد وأدى إلى صراعات كثيرة في الدول العربية والشرق الأوسط ولم يستطيع حل المشاكل التي توترت مثل ليبيا واليمن والعراق ودول عربية أخرى كثيرة ونحن نتمنى من جو بايدن أن يحل هذه الأزمات ويقوق على قدر من المسؤولية في حل تلك الأزمات التي مرت على الدول العربية وأن ينتهي الصراع الدائر في سوريا والعراق وليبيا واليمن وهذه الدول ونحن سعداء جدا جدا بفوز جو بايدن وسقوط ترمب الذي فشل في جميع الأزمات وأدى إلى انكماش الدور الأمريكي في العلاقات في الشرق الأوسط بالكامل حيث أنه قام بزيادة الصراع مع إيران ومع الصين وانكماش العلاقات في عهده إلى درجة كبيرة هو صراعاته كانت مع الصين ومع إيران بس كانت علاقاته بالدول العربية علاقة قوية جدا ومصالح مشتركة مع الدول العربية لأن حجم المصالح والقوى الاقتصادية مع الدول العربية كبيرة جدا فما ينفعش أي رئيس يجي يطلع المصالح دي والعلاقات دي حتى الآن دولاند رامب لم يعترف بخسارته الانتخابات وطاعن على الانتخابات وتهم أن هناك في عمليات تزوير نظرت إزاي لهذه التصرحات والحد قال لماذا لم يعترف بخسارته الانتخابات نحن نرى أن ترامب لن يتنازل عن السلطة بسهولة وهذه ستكون مفاجأة في الأيام القادمة ترامب لن يترك السلطة بسهولة والدليل على ذلك أنه قام بتغيير وزير الدفاع في هذه الفترة وكذلك اطلعنا على الانتخابات الأمريكية وأنه لا يريد الاستسلام بسهولة عن التنازل عن السلطة في أمريكا سوز محمد أسألك نفس السؤال لماذا لم يعترف ترامب بخسارته هو حضرتك طبعا زي ما بيقوله هو في بداية حكمه كان اتهم أنه فيه تتدخل روسي في ملف الانتخابات الأمريكية ومساعد الرئيس باراق في إدارة الملف الانتخابات وفي نفس المنحنى هو بيفكر ولكن أمريكا دولة مؤسسات وده حقه أنه هو نتيجة فرز لأنه هو طبعا أشاع بعض الإشاعات اللي فيه تصويت لموتى وفيه القوات الأمريكية اللي خارج البلاد وفيه تزوير في التصويت الإلكتروني فدي حقه مقرر وفقا للدستور القانوني الأمريكا فباستخدامه ولكن حكاية أنه هو مش هيسيب الحكم بسهولة فأنا في حدود معلوماتي أنه أجهزة استخبارات بتتلقى دلوقتي خاصة أنه زل خرجي الأمريكا سيكون هناك تسليم سلمي سلمي مشاكل ولكن هو زي بيقوله أنه هو راجل قرعا من الأول وقاد العالم بتجربة طفولية يعني أنا شايف أن كل اتفاقات الدولة الأمريكية خرج منها ودي حاجة جديدة جدا في الملف الأمريكي يعني النهاردة المفروض أن أنت بتحترم كل الاتفاقات المبرمة في زل كل الأنظمة السابقة فنهاردة لغى اتفاقات المناخ ولغى اتفاقات التسليح النووي مع إيران ولغى لعلاقات مع أوروبا ولغى 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 وكل دا كانت النتيجة كانت في إفاقة الشعب الأمريكي وأنه تصدى لهذا الأرعن وقاضي عليه في الانتخابات بأكبر تمثيل وانتخابات لو تعلم أنه كان راصد ميزانية إدارة الحملة الانتخابية مليار دولار مقابل 123 مليون لبايدن فالنهاردة المال في أمريكا ما جابش نتيجة ولكن وعي وإدارة الشعب الأمريكي فدير الرسالة دي إحنا بنتكلم بقى في المنطقة العربية درس مستفادة إن إحنا نستفيد منها في إدارة مشاريعنا الانتخابية المستقبلية في ضوء المصالح المشتركة ما بين الدولة أمريكا وما بين كافة الدولة العربية ودي اللي أنا بتمنى ودي اتجاه القادة السياسية المصرية إن فيش حاجة دلوقتي غير ربطة أي دولة في العالم إلا المصالح المشتركة إنما العواطف والكلام اللي تسابق ده انتهى خلاص سؤال يسأل بعد فوز جو بايدن بالرئاتة تساؤلت حول العلاقات المصرية ومستقبل العلاقة المصرية الأمريكية وأيضا خاصة إن الرئيس عبد الفتاح سيسي هو أول رئيس في المنطقة العربية هن جو بايدن بفوزه بالانتخابات كيف ترى مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية بعد فوز جو بايدن؟ العلاقات المصرية الأمريكية علاقة وطيدة لا تتأثر بأي شيء على مدى الفترات وعلى مدى العصور وقد سبق الإدارة المصرية بقيادة الرئيس عفتاح السيسي بالكيادة الحكيم أن تعامل من قبل مع أوباما وأن العلاقات الأمريكية ومصر تمثل دولة استراتيجية بالنسبة لأمريكا في الشرق الأوسط بصفة عامة والأفريقيا بصفة خاصة في حل واستقرار الشرق الأوسط بالكامل فلا تتأثر العلاقات المصرية نهائيا بأي رئيس كما أن حجم التعاملات الاقتصادية ما بين مصر وما بين أمريكا تتعدى الملياري دولار كما أن المصالح هنا لأمريكا كثيرة جدا ولا تستطيع أن تتأثر بأي رئيس منتخد لم تتأثر كما أن من أسباب سقوط ترامب والسبب الرئيسي في سقوطه هو الفشل في إدارة أزمة كورونا وهذا ما عصفت به وقدت إلى سقوطه نهائيا ومن ضمن أيضا أسبابك والإعلام الإعلام سهبه بنسبة كبيرة في سقوط الرئيس الأمريكي وخاصة أنه لم يعترف الإعلام هناك وأصبح الإعلام سهبه بنسبة كبيرة في سقوط الرئيس الأمريكي سيدة المستشار حجم الاستثمارات الأمريكية المصرية بيتصل هنا في مصر إلى 21 مليار وثمانية من عشرين شايف حضرك في العلاقات مع مصر وأمريكا خلال الفترة القادمة ستشهد مزيداً من الإستثمارات؟ ولا بيمنح حضرتك مصر يعني مهتم بالملف ده؟ ملف ده طبعاً هو أنت حضرتك طبعاً بتتكلم في رؤية مستقبلية وتموح رئيس عصري رئيس عفتاح السيسي طبعاً منطقة العربية ومصر بدقة خاصة تشاهد رئيس عصري عنده صفحة وعنده في مواقع التواصل الاجتماعي وتواصل مع شعبه فعنده رغبة ملحة في رقمانة الدولة المصرية وحكومة بلا أوراق واتجاه بقى بص الفكر الجميل اللي هو تسويق حوافز الاستثمار المصرية لجميع دي والعالم لجذب المستثمر الأجنبي وهنا كان فيه قراءة لنقابة المحامين الدور لنقابة المحامين الوطني في استثمار هذه الفكرة وهي رقمانة الدولة المصرية وتسويق حوافز الاستثمار الدولة المصرية للعالم كله فطبعاً فيه قراءة لنا كمحامين أنه كان من ضمن بطء تسويق هذه الحوافز بطء إجراءات التقاد ففيه تكليف دلوقتي من الرئيس الجمهورية لوزير العدل في التقاد الإلكتروني وفي القيد الدعوة الإلكترونية والتجديدات الحبس وكل الكلام ده الإلكتروني فده بيدي طمأنينة للمستثمر أن مصر ماشي في مواكبة العالم مواكبة العالم ليه بقى؟ لأن احنا خلاص بقنا تعفينا من أزمة الأحداث التي تلاحقت لنا خلال العشر سنوات اللي فاتت وابتدأ ننخاطب العالم والنهاردة فيه تطور فهنا طبعا بشيت بقرارات وزير العدل في رقمانة القضاء المصري وبرضك بشكر معالي النائب العام على تبنيه التكنولوجيا وعمل مواقع إلكترونية لمتابعة الجريمة الإلكترونية وبقيس نبض الشارع وطبعا حصلت في موضوع يوسف هانية الشاب في الإسماعيلية راس الحالات اللي بيتم تدولها ده النبض النهاردة النهاردة الدولة المصرية مش خرجت عن التكنولوجيا العالمية لا احنا بنتعامل بالتكنولوجيا وبنرصد وبنعمل كل حاجة فورة حدوثة ودي طبعا أنا بشيت بالإدارة المصرية لهذا الملف وطبعا من هذا المنبر بتوجه لمعالي نقيب المحامين أنه لا بود أنه يخاطب مجلس النواب الجديد بإصدار قانون جديد للمحامات وفقا لتوجهات الدولة المصرية بالرقمانة والتوجيه التقاضي الإلكتروني وإعداد محام عصري لمواجهة هذه التغيرات ويبقى فيه جاهزية لشباب المحامين وده الدور اللي احنا بنطلبه من معالي النقيب بصفة ملحة إعداد قانون عصري جديد لانقابة المحامين يبقى فيه كل التعديلات للدولة المصرية وتوجهات الدولة المصرية اللي بتخاطب بها العالم بأسر فدي رسالتي من هذا المنبر وفي نفس الوقت أنا بشكر معالي النائب العام على سرعة قياسه للنبض الشارع المصري والتفاعل معه وإصدار القراراته الحكيمة في كل قضايا اللي بتهز الرأي العام المصري ولن تفلح هذه القضايا في المساس باللحمة الوطنية للشعب المصري فدي كلها تصرفات فردية لا تعبر عن الشعب المصري الجميل صاحب العادات والتقاليد والأظهر والكنيسة كل المحاولات دي هتبقى الفشل لأن النسيج بقى متين غير الأول وفيش أي دولة في الامر تقدر تدخل في هذا الملف إن خلاص أرسد قواعد الدولة المدنية وكلنا لنا ومتساوية ودي في ظل قيادة فخامة الرئيس عفتاح السيسي وبنشكره على هذا الاتجاه طبعا الرئيس عفتاح السيسي بيتعامل أو الكادة السياسية في مصر بتتعامل مع ملف العلاقات الخارجية بحكمة قوية جدا ومصالح مشتركة ومصالح مشتركة وما بتتقيدش بدولة واحدة متنوعة مع جميع الدولة مع الصين مع روسيا كان في العالم وإحنا عندنا في ملف الخارجي بصراحة فيه شغل عالي جدا وإنا شايف إن فيه بعض النهاردة افتتاحات الرئيس في الفترة الأخيرة وإن هو تلقى بالمسؤول عن صندوق تحيا مصر لحسه على القضاء موضوع تطوير العشوائيات وبناء بنامساكل للشباب منخفضت التكاليف فكل دي رسائل طمأنينة إن الدولة ماشية على اتجاه السحيح والتجاه عصري فبإذن الله إحنا من نتوقع ما هو أفضل ولابد أن الشعب يلتفح حول قيادته ويشيد بكل الإنجازات دي ويبعد عن الشائعات التي تبص اسممها من الإعلام ينزل وشوف بنفسه طبعا أنا مواطن من القاهرة في تفرغ هائلة شاهدناها في كافة المجالات يعني أنا نهاردة في الطرق الكباري الجميلة جدا في النطاق الرقمانة والخدمات والسوشيال ميديا وتطوير البيئة التكنولوجية المصرية كل هذا بنحسه ولكن بنطمع في المزيد سيد محمد تكلم عن إن هو بيطالب نوكيب المحامين بأن إصدار قانون جديد المحامين بأن يطالب مجلس النواب بإصدار قانون جديد المحامين وده المطلوب فعلا هل فيه اعتراض على قانون حالي؟ وإيه المشاكل للقانون الحالي؟ وإيه المعوقات اللي فيه؟ اللي مخلقوش تاخد حقوقه؟ وهناك مشاكل كتيرة بس أنا أتواصل من ما وصله النقيب سيد النقيب محمد جاد سلمان أولا أن الرقمانة مهمة جدا لأن الفترة اللي جاية بعد بناء العاصمة الإدارية الجديدة هينتهي الروتين نهائيا وسيكون كله بالرقمانة وبعد كده يعني أحنا بنشيد بالإنجازات اللي بيقوم بها الرئيس السيسي أنه هيقضي نهائيا على الروتين في الفترة القادمة بعد الانتهاء من العاصمة الإدارية وأن كل المشاريعات اللي بيقوم بها السيد الرئيس لتسهيل الوصول للعاصمة الإدارية عن طريق المشروعات والطرق والكبار اللي بيقوم بها لتسهيل العملية أما بالنسبة للرقمانة دي بالنسبة للنقابة المحامين دي مهمة جدا في الفترة القادمة حتى النهاردة بنشوف التجديد بيجي عن طريق الأونلاين ورفع الدعاء عن طريق الأونلاين وكل الإجراءات الفترة القادمة هتكون رقمانة وبالفعل يجب على النقيب سرعة إصدار ذلك القانون لأن القانون الروتيني والإجراءات الورقية وكل ده خلاص انتهى في عصر الرئيس عفتاح السيسي ومن الشرعات كمال اللي احنا بنشيد بيها للرئيس عفتاح السيسي والقضاء نهائيا على العشوائيات ومنها بناء مدينة الأصمارات على أعلى مستوى والانتهاء منها وتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية فيها والإنجازات التي قام بها الرئيس في هذه الفترة تمام أما بالنسبة للمشاكل اللي بتواجه السادة المحامين هنعدينا عدد كبير من المشاكل اللي بتواجهنا منها لا بد من إصدار قانون حصانة للمحامي إن المحامي النهاردة بنشوف النهاردة إن الرئيس الأمريكي راجل محامي جو بايدن وصل لقيادة سدة الحكم في دولة عظمة مثل أمريكا تمام وأحنا النهاردة المحامي مالوش أي حصانة في الدولة دي أما بالنسبة للنقطة التانية اللي احنا عايزين نتكلم فيها اللي هي يعني النهاردة المحامي مالوش أي حصانة تحمين يجوز القبض عليه في أي وقت بحالات التلبس وبالرغم إن الدستور حماه وإنه يجوز القبض عليه إلا في حالات التلبس لكن لما عايزين أن يكمل بتجريع قانوني يبين ما هي الحالات التلبس وإنه لا يجوز القبض عليه إلا بعد استئزان المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف أو إذن خاص من النقيب المحامين النهاردة ما ينفعش إن أنا النهاردة فيه محامين عدد كبير من المحامين اللي كانوا حاضرين في الانتخابات يتم القبض عليهم وكذلك إن النهاردة فيه مشاكل بتحصل معنا كتير في المحاكم وهنا وهنا ويقول يقول لك دي حالة تلبس يتم القبض عليه يتم القبض على المحامين بهذه الطريقة فإحنا بنطالب بسرعة إصدار قانون حصانة للمحامين أما بالنقطة التانية اللي إحنا عايزين نتكلم فيها هي بناء مستشفيات خاصة للمحامين لابد من بناء مستشفيات خاصة للمحامين تكون مستقلة بيهم مثل زي مستشفيات الشرطة ومستشفيات اللي بتتمي لبناء المهندسين والطباء والزرعيين وكل هذه المهن أن النهاردة بنطالب أن يكون لنا مستشفيات مستقلة بينا على الأقل أن تبدأ نقابة المحامين ببناء تلف مستشفيات في الصعيد وفي القاهرة وفي إسكندرية حتى يكون تشمل المحامين كلها كمرحلة أولى والمستشفيات دي هيكون دخلها يعني هتكفي كمان يعني الدخل اللي هيخش اللي عن طريق العلاج والكشف ده أولا أن النقابة بتصرف مبالغ كبيرة على العلاج في التعقدات مع دكاترة ومع مستشفيات خاصة النهاردة لما أنت تكون عندك الحاجة دي جوا نقابتك وأن الإدارة تكون منك هتوفر المبالغ اللي بتتم صرفها على المستشفيات والتعاقدات مع مستشفيات خاصة وكمان أن المستشفيات دي النهاردة أنت هيجي لك ناس من بره تتعالج عندك هنا هتدخل لك كمان دخل تاني لنقابة المحامين أما النقطة الثالثة اللي أنا بتعايزين نتكلم فيها أن المعاش للمحامين النهاردة معاش المحامين 40 جنيه على السنة النهاردة الموظف في النقابة بياخد معاش أكتر من المحامين بيخلي المحامين بيوصلت 60 سنة ومتمسك بالمهنة ومش قادر يطلع لأن المعاش بتاعه ما يكفيش إنه هو يكفيه إنه يطلع من المهنة إحنا عايزين لنهاردة يكون الحد الأدنى للمعاش المحامين 3000 جنيه ده علشان ده أقل حد يعيش النهاردة أسرة محامي يعني العيشة اللي تليق به نينفعش إن أنا النهاردة أوصل لستين سنة ومعاشي 1600 جنيه ولا 2000 جنيه ما ينفعش وكمان النقطة التانية في معاشات قديمة الحد النهاردة 120 جنيه و130 جنيه طب هل النهاردة ده تكفيه؟ وكمان لما يجي يقدم على معاش تاني ما يلقاش لأنه هو أخذ أصلا معاش فدي النقطة اللي احنا بنطالب النقيب فيها إن يتولاه تمام كمان احنا عاوزين من النقابات اللي إن شاء الله بإذن الله النقابات الفرعية اللي هتيجي إن شاء الله يكون هناك برنامج للنقيب ما يكونش الاختيار على الأهواء الشخصية أنا ما ينفعش النهاردة أعرف لستيز محمد أختاره على هوا شخصي أنه النهاردة لازم يكون عند النقيب ده عنده برنامج أعرف أقيمه عليه أنت خلينا أخذ سؤالك كلام ده واحرمي على طول السيد محمد برنامج حضرتك للحلول لهذه المشكلات إيه؟ والله أنا برنامجي وأخذه من توجهات القيادة السياسية برقمانة الدولة المصرية لأنه طرح هذه المشكلات المعاشات الوضع الصح للمحامين مشاكل الأرامل مشكلتها كلها قانون القانون المحامل حالي أوائل التمانينيات وتعرض لحوالي أكتر من ستة تعديلات بتدور في نطاق اختيار النقيب ومعظم مجلسه لكن ما مستش أهم كلمة قالها الأستاذ ده هي حصانة المحامل المفروض أن المحامي لا يحبس احتياطيا في أي جريمة متعلقة في عمل دي رغبة ملحة للسادة المحامل النهاردة السادة المقبوضة اليوم حاليا في الموضوع مباشرة حقوقهم السياسية في مراقبة الانتخابات أو واكيل لأحد المرشحين ويقبض عليه تحبس احتياطيا دي احنا نرفضه لسبب لي دي موضوع متعلقة بمهنته أنا النهاردة دوري كمنظمة مكتابة ممدنة إن أنا راقب صير العملية الانتخابية فإزاي تقبض علي وأنا برائب وإزاي تحبس احتياطيا هنا أنا برائب فدي منجدة لمعالي النقيب بسرعة إصدار قانون المحامي يضمن هذه الكلمة إنه لا يجوز القبض على محامي أثناء أداء عمله ولا يحبس احتياطيا في مجال العمل لكن كمواطن عادي ده إحنا بنتعامل زينا زي أحد إنما فكرة أداء العمل بتاعنا فدي محتاجة للحصانة تاني حاجة إن القانون النهاردة ما فيهوش أي علاقات متبادلة مع الدولة والحكومة المصرية النهاردة أنا النهاردة بسدد درائب ببقى لازم الدولة تحطني تحت المظلة الاجتماعية لي لإن أنا بخضع لكل قوانينك وبسدد كل الاتزامات اللي عليها فإزاي أحرم إننا خارج المظلة الاجتماعية للدولة فدي رسائلنا لمعالي النقيب إنه يلتقي بينا ويسمعنا عشان يقدم مشروع قانون لمجلس النهاردة القادمة يليق بمهنة المهنة أعرق مهنة وأعرق نقابة في الوطن العربي ونقيب محامين مصر هو نقيب محامين العرب فلابد نبقى فيه إعداد تشريع يليق بينا دي رسائلنا وبإذن الله إحنا دورنا إن إحنا نتواصل مع معالي النقيب لإرسال هذه الرسائل للمشرع المصر ليصدر قانون يحقق أمال وتموح الشباب المحمين زي ما قال مع المستشار وفي نفس الوقت يتكلم في ملف العلاج وفي ملك المعاش وهذا ما نتمنى جميعا وربنا يقدرنا على التوصيل هذه الرسائل أنا طبعا يعني الحمد لله مستشار قانوني كافة شركات العاملة في مجالات معانا في الدولة المصرية فبوجه خدمة لزملائي ودي رد جميل لكل أرامل السادة المحامين والأيتام في مساعدات قضائية لهم مجانا عن طريق التواصل مع النقابة في صرف مستحقته أو أعلم ورسا كل الحاجات اللي هي متعلقة برد جميل لزملنا عن طريق أسرته من أرامل وأيتام فده بنعلنها من برنامج معاليك أن أنا مكتابي ومكتب معالي المستشار نقدم المساعدات القضائية مجانية لأسر وأرامل زملاء لمحامين مصر مختص بس بأسر ده رد جميل يعني أنا النهاردة زميل ليه يتوفى إلى رحمة الله فزوجته وأبنائه يقولنا هنأمل لهم أعلم الراسة وإجراءات سرفة معاش بتاعتهم أي إجراءات قضائية متعلقة بحقوق زملنا لدى نقابة المهمين دي مجانا 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 هو الأسف وقتنا خلص بسنا أخذ 30 سنة من حضرتك رسالة أخيرة أنا عايز أقول إلا رسول الله أنا مش عايزين الشعب بالنسبة للغرب مش عايزين يستفز مشاعر المسلمين حوالي 2 مليار ونص حول العالم مسلم يستفزهم الصور المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفديك بآبائنا وأمهاتنا وبأنفسنا وبأرواحنا إلا رسول الله إلا رسول الله أنا في نهاية الحلقة بشكر ديوفني رشرفوني النهاردة وللحديث بقية طبعا أن نقابة المحامين تحتاج إلى حلقات كبيرة جدا نتكلم فيها عن مشاكل المحامين والحلول المقترحة وخاصة أن احنا بشكر ديوفر اللي كانت موجودين معنا عرض السيادة المستشار محمد سليمان جاد المحامي بالنقد والمرشح لمقعد نقيب محامي شكرا بسيطة محمد وصلت البرنامج أهلا بحداكم شرفتنا يا فندم شكرا المستشار رضا رفطوي المحامي بالاستناف العالي شكرا يا فندم ومشرفتنا في هذه الفقرة ونتمنى المشاهدين نتمنى أن نكون فقرتنا هذه نالت إعجابكم وان شاء الله انتظرونا الأربع القادم في نفس التوقيت إلى اللقاء في حلقة جديدة